مكافحة التجنيد عبر الإنترنت والتصدي للجريمة الإلكترونية من أهم النقاط التي تضمنها جدول أعمال الجمعية العامة الثانية للأفريبول بالجزائر أين تم إدراج التنسيق بين الدول المنظوية تحت هذا اللواء ضمن ورشات العمل التقنية المبرمجة في هذا اللقاء في ورشات عمل أنجزت سابقا تقنية لخبراء البلدين وفهم مشاريع مستقبلية خاصة في تطوير مهارات الضباط العدليين المكلفين سواء بمكافحة الجريمة المنظمة أو الجريمة الإرهابية إذن الأفريبول هو ربما الآلية الأخرى التي تضاف فيما يتعلق بعلاقة تونس بالجزائر في التعاون الشرطي إلى جانب تعزيز التنسيق أكد ممثل قرابة خمسين دولة إفريقية مشاركة في الاجتماع على أهمية تفعيل العمل في مخابر مشتركة وتطوير أنظمة الاتصالات وتبادل المعلومات فيما بينها كأحد الحلول لمجابهة هذا النوع من الجرائم الجزائر من الدول التي تشارك المعلومات لأنه لا يمكن محاربة الجريمة السيبرانية وكل هذه الجرائم في الأنترنت دون تعاون دولي الجزائر على غرار الدول الإفريقية ساهمت في تبادل المعلومات للتصدي لهذه الجرائم على مستوى الأفريبول يجب على شرطة إفريقيا أن تعمل معاً في تعزيز نظام اتصالاته نحن في السينيغال لدينا فرع للجريمة السيبرانية ومدرسة في طريق الإنشاء ويجب علينا تعزيز التعاون في هذا الإطار تحت مظلة الأفريبول التعاون تحت مظلة الأفريبول لمكافحة الجريمة السيبرانية والتجنيد عبر الإنترنت في إفريقيا يستدعي تنسيقاً أكبر خاصة في ظل التطور المذهل لأنظمة الاتصالات ترجمة نانسي قنقر